كنت كتبت على الفيسبوك كده ان انا اتمنى اشوف الجامعة محراب العلم ما فيهاش حد بيدخلها لابس هدوم قطعها فبيني وبينكم لقيت صادة حلوة او من الاسادزة اسادزة الجامعة وصادة حلوة او من السادة الصحفيين مش عشان حاجة والله ومش بقصد ان انا يعني اداي اخوتي الشباب ودي موضة وحرية وما الى ذلك الجامعة محراب علم تحفه الملائكة لازم الف به علمونا كده الف به علم الوقار الف به علم المظهر الف به علم انك تكون سمتك سمت العلم فطبعا ما ينفعش اخوي او حبيبي والشاب او او اختي الغالية تبقى خارج جراحة الجامعة لابس بنتلون مقطع او لابس بنتلون مقطع ما فيهاش حتى ما بتحملش معاني الاحترام انا بحب اوي يعني انا ما تمنيتش ان انا ادخل كلها عسكرية في حياتي يعني حتى عندنا في البيت كانوا نفسهم اوي لكن انا ما تمنيتش ان انا ادخل كلها عسكرية لكن بيعجبني او في الكلها العسكرية انه حتى بيربيه انه يكون جوه الكلية ليه سمت وليه هيئة وليه مظهر وبيخليه حافظ على مظهره ودايما العلماء كده سمتهم هادئ سمتهم جميل فنتمنى ان تكون دين مبادرة دي وتنجح ان شاء الله هي محتاجة قرار طبعا محتاجة قرار من الجامعة محتاجة قرار من المدرسة ان ما فيش طالب يدخل الجامعة بهدوم مقطع ودا ما تزعلش ده وقار العلم ده هيبة العلم الجامعة تستحقك كده والجامعة طول عمرها كانت بتقوم بدور حلو اوي في نشر القيم في المجتمع وعايز اقول للاخوات الشباب مش اي موضة تنفع معانا على فكرة لازم تكون شيك انا بقولك لازم تكون شيك ولازم تكون انيق ولازم يكون شكلك حلو بس مش اي موضة تمشي معانا مش اي موضة تمشي معانا احنا مجتمعات لنا ديننا ولنا اعرفنا ولنا تقالدنا لازم يبقى لنا سمتنا ولازم نحافظ على خصوصتنا ولازم نحافظ على تقالدنا الحاجة التانية بقى اللي هنبتدي بها حلقتنا موقف عظيم اوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موقف بديع موقف جميل بس ياريت بقى نتبنى المبادرة دي بجد ياريت في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة نتبنى المبادرة دي بجد انا شفت فعلا اسات زيجامعات مبسوطين او من الكلام اللي انا بقوله ده بس طبعا انتو عارفين والله احنا نفسينا في نداية طبع بس هيتقالي ان احنا بنقمع الحريات وهيتقالي ان دي حرية شخصية وهيتقال فمش هينفع يبقى ده شكل فردي وانا احيق اسات زيجامع ان هم حرصين برضو انه يكونوا محافظين على توازن المجتمع فاحنا بنقول لكل من في ايده القرار خلونا نحافظ على الجامعة والمدرسة خلينا نخلي الجامعة والمدرسة محراب علم خلينا نخليها نرجعها هي اللي بتنشر النور هي دلوقتي بتنشر النور واعرف كتير من رؤساء الجامعات ربنا يبارك فيهم بيضحوا بوقتهم وجهدهم عشان ينهضوا بجامعتهم بناء الانسان ابني من بناء الكيان يعني ان انا ابني انسان انتو عارفين لو ما عنديش جامعة لها جدران لكن عندي طالب مجتهد انا مش محتاج ابني جامعة لان الطالب ده جامعة في حد ذاته الموقف اللي احنا نتكلم فيه من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واحد فقير راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله